مساء الخير لكل مشاهدينا في الوطن العربي أهلاً بكل متابعي بيت للكل من كل مكان حلقة اليوم حنكون فيها في معرض القاهرة الدولي للكتاب نتجول في المعرض ونعيش معكم ما بين القراءة والثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بدأت فعالياته يوم 25 يناير وينتهي في صبراير ولكن حلقة الليلة موجودة من ستوديو الحقيقة نعود إلى ستوديو القاهرة مع أيضاً الزملاء الأعزاء واسمحوا لي أرحب بزميلتي العزيزة الأردنية من تلفزيون الأردن الزميلة أليكسندرا البوري مظبوط أليكسندرا؟ مظبوط شفكي منهورة بوجودكم أنا الحقيقة سعيدة جداً أني سأكون معكم اليوم بأول حلقة من برنامج بيت للكل أولاً زورتي مصر كتير كتير يعني يمكن أول مرة أجي مصر شغل بس يعني زورت كل مناطق في مصر لقصر وأسوان واسكندرية والبونة والغرداء يعني كل مصر كده مصرية جداً أنا سعيدة جداً أني اليوم معاكم عم منقدم أكيد بيت للكل من أرض مصر يعني إن شاء الله تكون حلقة جميلة جداً وخاصة أننا عم نتحدث عن معرض القاهرة الدولي المعرض العريق اللي استمر لسنوات جداً عديدة واللي بيجمع العديد من الأدباء والكتاب مش بس من أنحاء الدول العربية ولكن من أنحاء العالم يمكن السنة أيضاً ضيف الشرف لهذا المعرض مملكة النروج فاليوم حديثنا ممتع كله أدب وثقافة وجمال أكيد من خلال أكيد الفن اللي رح يقدمه المعرض أكيد وممتع بصحبتك طبعاً عم سعيدة بكل يعني بكل الإعلاميات الفضليات اللي بيطلوا معنا الحقيقة أليكسندريا أنا كمان عجيبني الشعار بتاع المعرض نصنع المعرفة ونصون الكلمة وأعتقد هو إذا كان هو شعاراً لمعرض القاهرة الدولي الكتاب بس أنا أعتقد أنه هو شعار لدولنا العربية أننا نصنع المعرفة طول الوقت من قراءتنا من لغتنا ونصون أيضاً لغتنا ونصون أيضاً الكلمة طول الوقت خليني أحكي لي قصة معرض القاهرة الدولي الكتاب بدأ أمتى؟ التاريخ بيقول أنه بدأ في الستينات 1969 كان وقتها الحقيقة وزير الثقافة وقتها كان ثروة عكاشة والاحتفال كان وقتها يعني احتفال بالعيد الثقافي وكلف وقتها الدكتورة سهير القلموي بالإشراف على الدورة الأولى لمعرض الكتاب فإحنا بنتكلم على معرض الكتاب له تاريخ له زمن يعني يصنع فيها المعارفة بمختلف يعني الزوايا وبمختلف الدول يعني ما وقف معرض الكتاب استمر لمدة كتير طويلة يمكن بس وقف بسبب كورونا يمكن تأجل من يناير ليوليو وعم نحكي عن معرض فيه استمرارية طويلة على مدى سنوات طويلة ودائما منقول إحنا نقيم الأمور من خلال الاستمرارية طول ما فيه استمرارية إذن هذا المعرض أكيد ناجح ونتمنى له كل التوفيق ومش بس نجاحه باستمراريته أيضا في اليوم الأول عدد زوار المعرض بلغ 27414 زائر يعني عم نتحدث به عدد كتير كبير لأول يوم أنا عايزة أقولك حاجة المعرض في التراث المصري دي عدد وتقاليد يعني البيت المصري لما يجي معاد معرض الكتاب الله لازم تلاقي البيت المصري يبقى فيه يوم مخصص للعائلة المصرية تروح تزور معرض الكتاب وكتير جدا بيبقى عائلي يعني تلاقي الأب والأم والأولاد أو الشباب يعني إذن هو موجود في البيت المصري كعادات أم أحلى هالعادة يعني وعشان كده الأعدات كتيرة جدا أنا عايزة أقولك على بل ما ينتهي المعرض ممكن أوي تسمعي أن الرقم يكون من 2 ل 3 مليون فانتخالي 2-3 مليون بيزوروا معرض يعني دولة يعني دولة بتروح تزور معرض الكتاب من داخل دولة والرائع فيه أنه هو أخذ هذا الموضوع بها الاعتبار لأنه الكتب اللي موجودة هي تناسب جميع الأعمار والفئات العمرية يعني يعني الأب يلاقي كتاب يقرأه الأم الطفل الشاب المراهق فهذا يعني صح كل ناس لازم تروح تزوري الجناح الأردني لأنه أكيد لازم لازم يعني أنا بشكل عام بحب معرض الكتب والكتب وبحب أطلع أطلع عليه فما بالك أيضا بمعرض القاهرة الدولة طيب خلينا نروح نشوف معاكم فعاليات معرض الكتاب ونشوف التقرير ده يعني نتجول معاكم في المعرض وإحنا بنذكر دائما شعار المعرض نصنع المعرفة ونصنع الكلمة اشتركوا في القناة بالنسبة للعلاقات المصرية النرويجية نعمل ونحن نتمتع بعلاقات طيبة بين البلدين وبالطبع مملكة النرويج ممتنة جدا لاختيارها كضيف شرف لهذه النسخة من معرض الكتاب كما رأيت أن هذا هو حدث كبير يشعر المصريين بالفخر لوجود مثل هذه الفاعلية في بلادهم إذن هذه هي نبزعا العلاقات الطيبة بين مصر ونرويج فإننا ممتنون كثيرا للسلطات المصرية على مساعدتها في إقلاع الرعاية النرويج في غزة والجهود التي بزلتها سفارتنا هنا بالتعاون مع السلطات المصرية في تسهيل عمليات رجلائهم نفسيتنا دنيتنا نسلين من شوية أسئلة الناس اللي بتبقى محتاجة تعرف عن مرض الاكتئاب ومرض الأرق والتأثير الأدوية النفسية ونزلين بحاجة تانية اسمها أغلى الناس دي خاصة بقبر السن لما الوالدي بقى الوالدي الوالديتي الكلام ده كله لما بيقر إحنا نزلين بتوعية أردت أن أضيف لمسة إلى المكتبة العربية أو إلى الثقافة جوجين عام وهذا كما ترون في هذا العام إقبال شديد على المعرض وهذا إن دل فإنما يدل على الوعي الكافي لدى الجمهور ولدى الشعب المصري خاصة والأمة العربية عامة السنة دي مختلف خالص عن السنة اللي فاتت بكثير عدد دور النشر زاد عن السنة اللي فاتت الإزدحام زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله والأقبال السنة دي لفت انتباهي الأقبال السنة دي على الكتب الدراسية ودي حاجة كويسة مشاركين في معرض الكتاب بننصح بننزل نصايح الناس كنا النهاردة عاملين فيلوج عن دور النشر اللي تقدر تساعدك تشتري كتب ألمانية أي أكتر حاجة ممكن تستفيد بها ككتب لغوية تنمي معرضك اللغوية لو نازل حابب أو هدف كنت تطور اللغة سواء كألماني أو سواء محتوى لغة بشكل عام معرض الكهيرة الدولي يعتبر من أفضل المعارض عامة يعني يعني لكم الدول المشاركة فينا قابلت واحد جناح المغرب يعني وجزائر وتونس والسعودية واليمن والإمارات يعني أهمتا حاجة تبهر يعني احنا كلنا مبهورين بالمعرض وإلى فلسطين خلينا نروح لنشاهد هذا التقرير ونتعرف أكثر على المشهد الثقافي الفلسطيني شكرا أليكساندرا وبكل تأكيد أنا سعد جدا بأن تنظم الدول العربية معارض للكتاب يكون هدفها تصليط الضوء على المشهد الثقافي العربي وإبراز كل مكونات الثقافة العربية من خلال هذه المعارض ومعرض القاهرة الدولي للكتاب سيشهد بكل تأكيد نجاحات كبيرة وسيكون هناك ضيوف كثر وكذلك التركيز على الأطفال الموجودين في هذا المعرض في هذه الدورة وفي فلسطين إن شاء الله تتاح الظروف خلال هذا العام لتنظيم هذا المعرض رغم المعيقات والتحديات الكبيرة المرتبطة بالاحتلال والعدوان المستمر على أبناء شعبنا ولكن هناك إصرار فلسطيني بكل تأكيد على التحدي الإصرار إبراز الهوية الثقافية الفلسطينية محاولات التركيز على كل ما يشوب هذه القضية ومحاولات الاحتلال للسرقة والتزوير واستهداف الثقافة الفلسطينية بكل مكوناتها الشعر أن يهتم بتطوير طبيعة الشعر الجمالية كما عليها أيضا أن يطور دور الشعر في علاقته بالواقع والمجتمع وأنا أجمع بين النخبوية في الشعر وبين الجماهيرية وهذه ظاهرة أنا أعتز بها كبيرا استطيع الشعر أن يجمع بين جمالية الشعر المتطورة باستمرار وبين إقبال الناس على قراءة هذا الشعر والاستماع عليه أنشئت مؤسسة محمود درويش كمؤسسة وطنية بمرسوم رئاسي صدر في مدينة رامالله عام 2008 تقديرا للمكان التي تبوأها درويش في حركة الشعر والنثر الفلسطينية والعربية والعالمية وسعيا من أجل تعميم منجزه على أوسع نطاق وتسليط الضوء على ما يسخر به تراثه الشعري والنثري من قيم النبيلة تتمحور حول حب الوطن وصيانة كرامة الناس وتعزيزا لأفكار درويش وقيامه العقلانية والوطنية التي عبر عنها في مواقفه العملية وفي مجمل إبداعاته طوال خمسة عقود من الزمن لقضية شعبه العادلة في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال الوطني وتعبيره الخلاق عن هذه القضية وما تشمل عليه من أبعاد إنسانية على النحو الذي حملها إلى شعوب العالم قاطبة وبهدف الاستفادة من مكانة درويش لتوسيع الاهتمام العربي والعالمي بالشأن الفلسطيني واعترافا لدرويش بتفرده الإبداعي الذي جعله محط تقدير واحترام واسعين بيروت فجرا يطلق البحر الرصاص على النوافذ يفتح العصفور أغنية مبكرة يطير جارنا لرف الحمام إلى الدخان يموت من لا يستطيع الركض في الطرقات قلبي قطعة من بطقار يابس أهدي إلى جار الجريدة كي يفتش عن أقاربه اهتمت المؤسسة من اللحظة الأولى بجمع أعمال الشاعر وتراثه وحفظهما حيث كان هذا الهدف الأول من إنشائها ثم عملت على إنشاء مركز ثقافي متعدد الأغراض في منطقة طريح الشاعر في رامالله أفضت إلى إنشاء متحف محمود درويش وحديقة البروة تهتم المؤسسة بتنظيم الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية والأكاديمية كما عملت على إنشاء جائزة سنوية للإبداع في مجالات الثقافة والأدب والفنون تمنح لمثقفين من فلسطين وخارجها واقفون هنا خالدون هنا ولنا هدف واحد أن نكون أنشأت المؤسسة متحف محمود درويش وهو أحد المؤسسات الثقافية في فلسطين التي أخذت على عاتقها مهمة المساهمة في خلق المشهد الثقافي الفلسطيني المستنير من خلال دعمها ورعايتها لعدد كبير من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية حيث يوفر المتحف وسيلة للفلسطينيين لتقديم إبداعاتهم الفكرية والأدبية والفنية للجمهور الفلسطيني كما يعمل على أن يكون جسرا بين مختلف ثقافات المنطقة من خلال استضافة رواد المبتكرين وإتاحة الفرصة للجمهور الفلسطيني لمشاهدة أبرز الإنتاجات الفكرية والثقافية للعرب المبدعين افتح المتحف رسميا عام 2012 في الذكرى الرابع لوفاة درويش حيث صممه المهندس المعماري الفلسطيني جعفر طوقان وهو مركز ثقافي وحديقة عامة في رام الله فوق تلة مطلة على القدس ويضم قاعة متعددة الأغراض ومكتبة ومتحف لمقتنيات الشاعر الكبير ومسرح صيفي خارجي مصمم على الطريقة اليونانية القديمة إضافة للضريح والحديقة العامة للمتحف تأثير كبير على المشهد الثقافي في فلسطين حيث قدم الفرصة وساهم في ظهور عدد كبير جدا من الروائيين والكتاب والفنانين والشعراء للمرة الأولى وكان حلقة وصم بينهم وبين المجتمع والجمهور والقراء على شكل كتاب مفتوح بني متحف شاعرنا الكبير الذي رحل عنا تاركا وراءه إرثا كبيرا من المخزون الثقافي والأدبي يروى بقصيدة ومتحف بني لتخليد ذكره أهلا بحضرتكم في إطار تغطيتنا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وطبعا هذا المعرض اللي بيدم كل أنواع المعرفة وكل أنواع القراءات الحقيقة معرض بديع الجميل أن تتجول بين الدول المختلفة أكثر من 70 دولة أكثر من 1200 ناشر وأنت عيش أنت ونفسك كخيال القارئ بين كل هذه الأروقة الجميلة الثقافية اخترنا الحقيقة في بيت للكل أن نطلعكم وأن ندخلكم معنا إلى معرض الكتاب في زيارة جميلة بين أفكار الأدباء والكتاب في ضيافة بيت للكل اليوم وفي استوديو القاهرة الكاتب والشاعر الكبير أحمد الشهاوي والذي أثر الحقيقة المجال الأدبي والشاعري بكثير وهو أيضا مدير تحرير مجلة نصف الدنيا عضو اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أستاذ أحمد منورنا الله يخليك شكرا جزيلا ننورنا ونور معرض الكتاب الحقيقة داخل علينا في الاستشارية الله يخليك أستاذ أشرفك شكرا خلينا نسأل حضرتك أولا تعمل لنا كده تقييم يعني نعرف بمشاهدين في دولنا الأربع عن الدورة الخمسة وخمسين لمعرض الكتاب هذه الدورة هي دورة مختلفة على جميع المستويات وعلى جميع الجهات فيها تنوع واختلاف وأيضا فيه استحداث لأشياء كثيرة ومحاور جديدة لم تكن موجودة هو أيضا ليس معرضا مصريا لكنه معرض عربي وعالمي بمعنى أنه هناك كتاب وأدباء من مختلف أنحاء العالم استحداث حوار طويل وعميق لمدة ساعة ونصف الساعة مع شخصية ثقافية أو فكرية أو فلسفية أو شعرية من أيضا من مختلف أنحاء العالم أيضا الحضور الكثيف ليس فقط للجمهور الذي جاء اللي يقتني كتبا ولكن أيضا للاستماع بمعنى أنه ليس لأنني هذا العام عضو اللجنة العليا لتنظيم المعرض الكتاب ولكن لأنه فيه إقبال كبير وفكرة أنه المعرض بعيد عن وسط المدينة هذه فكرة يعني غير مقبولة وانتفت لأنه هناك أسليم في التواصل يعني للمواصلات وكذا أيضا المعرض يحتوي على البحث عن هوية مصر من خلال سليم حسن وأيضا إعادة طباعة كل الأعمال التي ألفها وترجمها سليم حسن بمعنى موسوعة مصر القديمة قد صدرت في مشروع مكتبة الأسرة ونسيها الناس ولم تعد موجودة وإذا وجدت فهي ستكون في سعر مهتفع فأعيدت طباعتها من جديد وأيضا الكتب كان يترجم عن الألمانية والإنجليزية والفرنسية له أعمال لم تكن مترجمة فأعيدت طباعتها أيضا الاحتفاء بطاعة حسين طبعا يعني مرت خمسون عاما خمسون سنة على رحيله والمدهش أن فقط ليست مصر هي التي طبعت أعماله ولكن مختلف البلدان العربية يعني صدر في شمال إفريقيا وفي المشرق أيضا من مختلف دور النشر لأنه يعني صار مبلغ دومين يعني متاح بعد الخمسين سنة يستطيع أي إنسان أنه ينشر الكتاب دون أن يتفع فإذن الاحتفاء بطاعة حسين إذن هيكون من أكثر من دولة نعم هو قام من القامات العربية يعني إحنا كدول عربية أيضا إلنا نصيب من هذا الإبداع ولدينا مؤتمر يعني في الجديد أن هناك ستة مؤتمرات كل يوم مؤتمر اليوم الواحد يبدأ من العشرة صباحا وينتقى حتى الثامنة مساء ويشارك في هذا في كل مؤتمر يعني مثقفون وكتاب وأدباء وأكاديميون من مختلف البدان العربية يعني حتى يعني حتى طاعة حسين كل جاء من بلده ليتكلم عن تأثير طاعة حسين في الجزائر في فلسطين في الأردن في العراق في سوريا وهكذا يعني أستاذ أحمد يعني أنا تفاصيل كتير أكيد رح نبحثها مع حضرتك فيما يتعلق بمعرض القاهرة الدولي يعني نقول كمان ألف مبروك هذا المعرض اللي استمر على مدى سنوات كتير طويلة ولكن السنة ضيف الشرف للمهرجان هي مملكة الناروج إذا بدنا يعني يعرف من حضرتك أدي مدى تأثير ضيوف الشرف بشكل عام وعلى أي أسس بتختاروا كل سنة ضيوف الشرف مصر الثقافية تحاول أن تفتح ليست نافذة واحدة ولكن نوافذ عديدة على الآخر هذا الآخر الغربي الذي لا أراه متفوقا علي طبعا أنا متفوق كعربي بثقافتي بفكري بديني بما أحمل من ثقافة وفلسفة وكذا ولكن لابد من هذا التواصل يعني بين بين مصر وسواه كوننا نذهب إلى دولة إسكندينبية مثل النرويج هي دولة صغيرة ولكن الثقافة والشعر فيها أنا زورت عديد من دول إسكندينبية الثقافة السويد دينمارك النرويج فيها ثقافة وفيها الشعر أكثر بكثير من دول كبيرة للأسف وأيضا هناك حوالي خمس أو ست حصلوا على جوائز نوبل في الأداب آخر من حصل فاز بجائزة نوبل عام 2023 في أكتوبر 2023 يعني قبل أشهر فكانت فرصة أن نستضيف البلد الذي كان ينفوسه الروائي طبعا أنا أريد أن أرد على السفيرة النرويجية في القيارة هي قالت أتمنى في المؤتمر الصحفي أتمنى أن يترجم أن تقوم مصر يعني أو أي دولة عربية بترجمة ينفوسة إلى العربية وأنا أقول لها أن مصر قد ترجمت مصر وسوريا قد ترجمت ينفوسة قبل حصولي على نوبل بحوالي ثلاث أو أربع سنوات فأيضا فعلا هم يعني دعوا النرويج دعت عدد من الكتاب والأدباء يعني صاحب الرواي الشهير عالم صوفي موجود بيننا في القاهرة عدد من الشعراء ومن الكتاب والمستعربين الذين يعني يدرسون الأدب العربي ويشاركون معنا بشكل يومي وأظن أنه يعني عدد من حدثت اتفاقات مع عدد من دور النشر المصرية والعربية لترجمة أعمال من النرويجية إلى العربية وهنا في مصر على الأقل أنا أعرف أنهم يترجمون عن النرويجية مباشرة وده في حد ذاته شيء جميل هو الاطلاع على العالم هو ده مكان معرض الكتاب أن يكون فيه هذه الثقافات المختلفة أنا سعيدة كمان في ظل هذه التظاهرة الثقافية الرائعة أليكسندرا إحنا عندنا كاتب كبير يعقوب الشاروني واللي توفق الحقيقة في هذا في عام 23 وسريعا جدا تم يعني وضعه فيه الجدول وأيضا الاحتفاء به واحتفاء بكل ما كتبه خاصة للأطفال فكرة سريعا أستاذ الشفكي يعني بالمناسبة سريعا لأني بزعل قوي أنه ما بنلحق فحنتوا لحقتوا الحمد لله يعني لا والله نحن اخترناه قبل أن يرحل فإذا الخسار أنه هو لم يكن موجودا لكن هو حتى أشرف بنفسي قبل رحيله يعني 92 أو 93 سنة وأنا لدي علاقة يعني جيدة معه بحيث كنا يعني يعمل معنا في الأهرام لديه أشرف بنفسي على البرنامج الخاص بالاحتفال به وراجع الكتب التي صدرت عنه والجميل أنه يفتح نفتح أيضا بابا لمعرفة الأجيال الجديدة بما قدمه لأنه لديه أكثر من سلسل مئة كتاب في المختلف المعارف والثقافات يعني فيعقوب الشروني أيضا أعيد الطباعة بعض أعماله لأنه من المستحيل أن يعد طباعة 300 كتاب لكن الآن صار متاحا للجمهور للأجيال الجديدة بسعر أيضا في متناول وهناك تخفيضات كثيرة على الكتب المطروحة يعني أستاذ أحمد من ضمن التقارير التي رأيناها رأينا الإقبال الكثير كبير على معرض القاهرة الدولي الذي يميز أيضا المعرض ليس فقط الإقبال وعدد الزائرين الذين زاروا أيضا اختلاف الأعمار يعني في فئات عمرية مختلفة ليس فقط كبار السن يعني إحنا دائما متعودين يمكن على القراءة وحب القراءة للفئات العمرية يمكن الكبيرة ولكن عم نشوف شباب مراهقين أطفال وأيضا كبار السن يعني هو طبعا هو ليس فقط ازدهاب لشراء الكتاب ولكن له فسحة ثقافية فسحة روحية للأسرة أو للأب عندما يأخذ ابنته أو ابنه معه ليشتري لابد من تعويد تعويد القارئ أو الإنسان المواطن يعني على أنه يقرأ ويفقى في الثقافة وفي الكتب وهذا التنوع يعني فيه كتب كثيرة جدا موجودة بمعنى أنه من يريد أن يذهب إلى الأدب أو إلى الفلسفة أو إلى الشعر أو إلى العلوم أو التكنولوجيا أو الكيمياء أو الفيزياء هذا التنوع موجود في دور النشر المصري أو العربية وأظن أنه يعني نهاية كل معرض بيكون الحصيلة الذين أتوا حوالي خمسة ملايين العام الماضي كان أربعة ملايين هذا العام خمسة ملايين يمكن إحنا حتى يمكن زاعة هذه الحلقة ربما يكونوا هيعدوا إلى 2 مليون يعني ولسه طبعا أو أكثر يعني طيب خليني بردو أخذ تعقيب سريع يعني زي ما أليكساندرا قالت أنه يعني فيه شباب متواجدين بشكل كبير في المعرض ولكن لأنه كمان بيوزيهم أيضا ناشرين من الشباب وبدأنا نقرأ لكثيرين من النشرين هم من الجيل الشباب اللي بيكتبوا كتب كتيرة ولهم أيضا جمهورهم فأيضا دي الإتاحة أعتقد بقى المعرض الكتاب هو المتنفس للنشرين الصغار هو معرض الكتاب بيقدم ذكرى خالدة بين خلصين للكتاب الجدد لا أحب كلمة الشباب لأنه الكتاب الجدد الذين نشرونا للمعرض الأولى فأنا يعني قابلت أمس وقبل يومين عددا كبيرا من الكتاب الذين نشرونا للمرة الأولى هذا فرح شخصي وفرح مختلف ومهم لأنه يقدم يعني ذكرى تبقى لمدة طويلة مع الإنسان دور النشر أيضا مثلا للمرة الأولى تشترك 62 دور نشر من السعودية هذا أمر جديد على المعرض الكتاب هذه أغلب دور هذه النشر هي دور جديدة وانشئت هذا عام 23 و 22 و 21 في انفتاح الجديد في المملكة العربية السعودية أيضا دور نشر تشارك للمرة الأولى يعني لأنه هذا التنوع وهذا الاختلاف وهذه المغايرة في نشر الكتب في الأفكار المطروحة يعني هناك بعض دور النشر المصرية أو العربية متخصصة في ترجمة الأدب الفرنسي الأدب الإنجليزي الأدب الأمريكي وهكذا هذا التنوع مهم يعني نعم يعني عم نحكي عن التنوع وعم نحكي أيضا عن التغير يعني عم نشوف فيه متغيرات كثير عم بتصير خلال السنوات الماضية وبسرعة وحضرتك على مرة السنين لك باع طويل في مجال الأدب والشعر إذا بنا نحكي عن ذائقة المتلقي هل اختلفت ما بين الماضي خلنا نقول واق الحاضر والله أنا سأحكي عن تجربة شخصية فيما يتعلق أنا لدي مشروع هو ديوان الشعر المصري نعم وهو يعني يغطي مساحة ألف عام من الشعر في مصر نحن في المدرسة يعني الأستاذة شافك تعرف هذا جيدا أنه درسنا الشعر الجاهلي الشعر الأموي الشعر العباسي الشعر الأندلسي صحيح وللأسف لم ندرس الشعر المصري صحيح يعني من العصر الإخشيدي العصر الفاطيمي العصر الأيومي ما وصلناش للمصري الحديث دلوقتي فهذا المشروع يغطي ألف سنة حتى محمود حسن إسماعيل قد تسأليني لماذا محمود حسن إسماعيل؟ بعد محمود حسن إسماعيل فيه صلاح بالصبر وحجازي وعلى آخر هؤلاء موجودون وشهيرون وكتبهم متاح فأنا صدرت أربعة كتب من هذه السلسلة أربعة كتب بمئة وثلاثين جنيه بعد التخفي كم الإقبال على من الجيل الجديد على البهاء زهير ابن النباتة المصري ابن النبي ابن سناء الملك وهؤلاء بالمناسبة اكتشفهم اكتشفهم الملحنون رياض الصباطي أبو العلا محمد ورحبنا يا شقيق الروح من الجسد وغلنوا من ما يكتبون عارف أقول لحضرتك ليه أيضا إقبال بالذات يعني أنا باتفق دايما يا لإكساندرا أنه أنا بشوف أن الشباب يعني رغم اتهامهم بالعكس الشباب بقى هم ناقلين للأدب والشعر أنت بتلاقي حضرتك على السوشيال ميديا كتير من الشباب بيبزي المجهودة عشان يجيب بتين من الشعر يحطهم ويقولهم عشان يبقى متفرد فقد نستغل لهذا الشيء زي ما حضرتك قلت ويبقى عندنا تجديد وتحديث لدواوين خاصة بالشعر المصري هي هذه التجربة أولا تقدم تقول للناس أن هناك شعر مصري كان موجودا ولكنه أهملة ونسية وتركة ولم يدرس في المدارس والجمعات وأيضا تفتح الطريق لدراسات أكاديمية اللي تدرس هؤلاء الشعراء ويكون موجود لكن فكرة الاختلاف الضائقة أنا معا أنه فيه الناس تقرأ هناك إقبال على الكتب فيه كتب ليست الكتب التافة هي الأكثر مبيعا البستي السلار لكن هناك كتب جد أيضا أكثر مبيعا فيه إقبال مثلا على على وصف مصر الموسوعة الكبيرة ففيه إقبال من مختلف الأجيال وليس فقط يعني يعني نحن فعلا علينا أن نخجل من مسألة الشباب لا يقع الشباب يقع وإحنا ساعدين بهذا الشيء ولكن لابد يمكن من أن نطرح هذا السؤال أكيد من شخص متخصص ولكن الواقع يعني لما عم نشوف على هذا الواقع لا لأنه إحنا دائما لا لا أنا لا أقول لك يا أستاذ ألكساندرا لكن بشكل عام نحن يعني أهل زملائي وأستتيزتي وأصدقائي يقولون خلاص الشباب لق وكذا يعني في مسألة لا بغير صحيح طب ذكرت لنا أستاذ أحمد ديوان الشعر المصري يعني وما يحمل من تعب وسلسلة تاريخية يمكن من الأحداث أدي أخذ معاك وقت يمكن في تحضير هذا الديوان شوفي يعني الأربعة كتب تحمل اسمي ولكن هناك خمسون حتى الآن خمسون أكاديميا وشاعرا من مصر والبلدان العربية سيكتبون عن شعراء مصري أنت تعرفين عمر بن الفارد طبعا من شعراء مصر طبعا ولكن أنا يعني يقال أن أنا بتاع تصوف يعني هناك ابن الكيزاني صاحب الطريقة الكيزانية أنا لم أكن أسمع به من قبل وله ديوان مهم جدا من كبار الشعراء هذا سيصدر طبعا معاقب المتاعي المعرب نحن نكتشف أسماء هي لم تكن هي ليست جديدة لكن كانت مهمة في زمانها يعني ابن سلق الملك يعني صدر الكتاب الذي كتب عنه كتبه كاتب أكاديمي سوري صدر سنة ستين يسميه أمير الشعراء المشرق يعني كان هو مش يسميه كان هو اسمه في ذلك الزمان يعني أمير الشعراء المشرق طب لماذا هذه الأسماء مختفية يعني حضرتك يعني لماذا يعني ونحن عندنا دائما معارض مش بس في مصر في الأردن في الدول العربية كثيرة معارض للكتاب وللكلمة لماذا تختفي هذه الأسماء اللي هي في الأصل هي معدن دولنا العربية وشعرنا العربية لأنه أولا يعني لو لو لم تستضفيني أنا الآن لا أحد مثلا يا سيارة أحمد الشهاد لكن أيضا لأنه لم يدرس في المدارس الإعدادية والثانوية ثم الجامعة في الملاهج التعليمية في الملاهج التعليمية ولكن في في أساتذة الجامعات في رزارة الثقافة لماذا لا لا يتم حصر شعراء والتاريخ يعني هذا دور الدكتور الدكتور أحمد بهيد دين هو الذي اقترح هذا المشروع علي ونفستهم لو لم يقترح هذا المشروع علي لما نفذ ولما يعني العمر كلها اكتهدات شخصية أو شخصية شخصية إذا اكتهدت فأنت ستقدمين إذا لم تكتب كتابك أنت الكتابك الشخصي لا أحد سينظر إلى سين أو صاد يعني يمكن أستاذ أحمد عن تحكي بشكل بشكل عام بصير في يعني عدم محدودية بمصادر الشعر وإذا نتحدث تحديدا اليوم عن الشعر المصري والشعر المصري هو شعر عربي يعني الأردن العراق فلسطين كل أدول عربية كذا بالمناسبة هؤلاء الشعاء الذين درستهم أو قدمتهم كانوا يعيشون ما بين الشام ما بين فلسطين ويعودون إلى القاهرة كانت المسألة لم تكن فكرة الحدود موجودة في ذلك الزبع كانت وإنماك أيام الخلافة الإسلامية وأيضا دعيني بس أذكر نحن نحتفل في هذا المعرض بنازك الملائكة رائدة الشعر الحديث صحيح إذا لم نقدمها إلى القارئ الجديد لن يسأل أحد من تكون نازك الملائكة صحيح صحيح يعني أنا أعرف يعني شخصية مهمة في يعني تقول من نازك الملائكة صحيح عبد من مجهود يعني يعني إحنا نشكر بيت للكل نهاردة نشكر كل السباب الحقيقة لوأساء التحذير عندنا اللي بيبزله مجهود طيب أنا عايزة نقل الحديث لحاجة وتشترك معايا أريكسندرا طبعا فيه يعني إحنا كمان وإحنا بنتكلم على الشعر أعتقد أنه جزء من إثراء الشعر ووجود الشعر أيضا أنه كانوا المؤلفين يعني كانت سيدة أمو كلثوم عبد الحليم فريد كل الأسماء الكبيرة كانوا يتغنون باللغة العربية الفصحة وبالشعر يعني لما حصل الحدث في فلسطين انتشرت أغنية الآن عندي بندقية الآن عندي بندقية وبدأت تتغنى في دول كثيرة جدا وبدأ الناس يسألوا إذا أمو كلثوم قدمت أغنية نزار قباني نزار قباني وألحان المسيقرة عبد الوهاب وغنها معاها أيضا فإذن الناس تتقبل هذا تغني قصائد وشعر فهل هو تقصير من الأغنية أم اختفاء أيضا الشعر المغنى لا الشعر المغنى الشعر الذي يمكن أن يغنى موجود موجود سواء كان شعر حديثا أو شعر حديثا قديما موجود ولكن أعطيني بليك حمدي أو أعطيني عبد الوهاب أو أعطيني يرد الصماتي أو أبو العلا محمد نحن نحتاج يعني إلى موسيقيين أو مؤلفين موسيقيين مهمين لكي يقدموا هذا النوع وأيضا بدليل هناك ناس تعطفت أو يعني توأمت أو تعطفت أو مع كاظرم السهر عندما غنى عددا من قصائد نظر قباني إذن المسألة متاحة لو لو يعني النية الموسيقية والموجودة يعني هناك نواية هناك منتج عقيقي يقدم هذا يعني الفكرة ليست في الشعر ولكن في لأن الأغنية يعني فيها موسيقى وفيها كلمات وفيها منتج طبعا ما تحتاج إلى إلى شركة صحيح يعني أستاذ أحمد نتحدث هلأ بانفتاح كبير يمكن زمان قبل الإنترنت لما كنا بدنا نبحث عن أي قصيدة كنا مضطرين نروح للمكتبة ونفتاح دواوين الشعر حتى نقدر نبحث عنها ولكن هلأ فيه سهولة بشكل كبير لمعرفة القصائد الشعرية والبحث عنها ولكن إذا نتحدث بهذه السهولة اللي نقدر نلاقي فيها الشعر ولكن نحس أنه أيضا ابتعدنا عن الشعر كيف منقدر أنه ندعم المنتج الشعري سواء مصريا أو عربيا لمجموعة الشباب والمطلقين الجدد زي ما عم بتسميهم حضرتك شوفي ابتعدنا عن الشعر يعني ده صحيح يعني أنا من شهرين كان عندي كتاب صدر في الوقت المتحدة الأمريكية اسمه ألون بيضانايل وحيدا قرب النيل ترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبيعة بشكل كبير في الوقت المتحدة الأمريكية أنا أرى أنه مسألة تلق الشعر في الوقت المتحدة الأمريكية مثله مثل تلق الشعر في الأردن في مصر في العراق في الفلسطين في المغرب وكذا فكرة أن يتاح الكتاب للجمهور أن إعلان عنه يعني أنا عندي كتب بعد 80 ألف نصر لماذا؟ لأنه كان في مكتبته الأسرة ترويج أكتر كان في مكتبته الأسرة فهي فكرة طبعا لأنه في النهاية يعني إن لم يعني يسمع القارئ بكتابك أو بكتاب سين أو صد من الكتاب لن يذهب لش رائعه مسألة وطبعا سهلت وسائلة الصلة الحديثة أنه لترويج هذا الكتاب أيها أصبحت موقع التواصل فيها نسبة لكن النشر الجيد هناك دور نشر تحت السلة لا أنا خلينا نتكلم صراحة هناك دور نشر صغيرة جدا وهناك بالمناسبة الآن تجدينا كتابا الطبع العشرون كل طبع خمسين نسخة إحنا بنضبع خمس تلاف وتلات تلاف وتلات تلاف يعني ممكن تضبع كل يوم بالضبط فيها الفكرة أنه الآن في ظاهرة سيئة جدا تواجه الشعر ليس فقط في النصر ولا في العالم وهي فكرة أنه الطبع الديجيتال أنه أطبع من الديوان مئة نسخة بعشر تلاف جنيه أيها يعني أنا أوزع مئة نسخة على أهلي يعني على صحابه طيب خلينا نفضل في جمال معرض الكتاب وفي الكلمة ونأخذ فاصل وقبل الفاصل نستعمل أيضا شعار معرض الكتاب نصنع المعرفة ونصون الكلمة عودوا إلينا بعد قليل تاب أحمد يعني قبل لما نتحدث عن أعمالك بشكل مفصل نوعا ما يعني على أدبى بيسعفنا الوقت ولكن كم بدي أسأل حضرتك أكيد ألقيت الشعر في العديد من المحافل سواء في الدول العربية أو الأجنبية كيف بتخبرنا عن المتلقين شو اللي بفرق ما بين المتلقين في الدول العربية وفي مصر وأيضا في الدول الأجنبية شو الاختلاف ربما الجمهور في كولومبيا في أمريكا الجنوبية هو الجمهور الأكثر غربة في العالم لأنه يعني ينصت إليك في الندوة يعني الندوة البسيطة العادية حوالي ألفين شخص في الندوات المفتوحة حوالي من سبعة تلاف إلى عشر تلاف هذا أمر مختلف طبعا يعني أنا راجع من الهند ومن كوالا دنبور هناك يعني أيضا تلقي مهم هنا أيضا تلقي مهم في مصر حتى عندما يكون في الأردن تلقي في الزرقة أكثر حضورا وأهمية من التلقي في عامات دائما التلقي في المدن أدنى كأنهم مجمولون مهجوشين الانشغلات العواصل دائما منشغلة فتلقي زي لو حدرتك رحت أي محافظة من محافظاتنا الجميلة حتلاقي شعبية وحضور مكسف أكثر من القاهرة لكن الأهمية عندما أكون في أي بلد يعني فكرة الترجمة عندما يكون لديك ترجمة حقيقية جيدة لأن الترجمة ليست فقط التطقنين الإنجليزية وتطقنين العربية ممكن يختلف المعنى بشكل كبير في الترجمة بالعكس أنا فيه كتب أعدمت يعني أنا عندي 13 كتاب باللغة التركية منهم كتابان أعدمة لماذا؟ لأن الترجمة فيه رسالة ماجيشتير في كلية الألسن عن شعاري عن فضائح ترجمتي إلى اللغة التركية فإذن الترجمة هي التي تسهم وتساعد في تقديم الشعر بشكل جيد والتلقي هنا يكون كأنه مكتوب بالإسبانية كأنه مكتوب بالإنجليزية أو بالفرنسية المسألة فعلاً لكن أقول أنه نحن لدينا شعراء مهمون في العالم العربي لدينا غسان زاقطان صديقي وحبيبي من فلسطين هذا رجل حاز على أكبر جائزة شعري في الدنيا اللي هي جائزة جريفن في تورونتو وهي جائزة الأولى في الشعر وهو واحد من الناس الموجودين الآن في العالم إذا كان فيه أدونيس ودرويش فأيضاً الأجرس تنزقتان بترجمة فادي بودا وهو شاعر فلسطيني طبيب أمريكي فلسطيني يعيش في الولاي المتحدة الأمريكية وقد قدمه بالإنجليزية بشكل جيد هنا الترجمة هي روح بتنقل روح جديدة للشعر صحيح وقوة الترجمة طبعاً جميل جمال طيب أنا عايزة أخرج من الكلام اللي هو بيقوله عليه مجاعلص وكبير وأنزل كده لمشاهدين وتسمعنا كده أبياتاً أنت تكون بتحبها ترددها دايماً بينك وبين نفسك يعني يعني قصيدة قصيرة يا ريت غمامة حطت على كفي وعلقت حملها قالت كل ما بي ليس لي نصف لأرضكم يغير شكلها ونصف للفتى أحمد يعيد لقلبه بعض الأمان يعني إن شاء الله مش بعض يكون إن شاء الله كل الأمان أستاذ أحمد يعني كسرنا حدة الحوار زي بقالة أستاذ أشافكي بهذه القصيدة وجزء من القصيدة الجميلة ولكن أنا صار عندي فضول أعرف لما تفضلت وحكيت عن الترجمة نعم على أي أساس بتختاروا الكتب أو الشعر الذي يترجم ولي أي لغة؟ يعني هل بتشوفوا هذا الموضوع مثلاً بحبوا الفرنسيين أو ممكن يروش في فرنسا فتترجموا للفرنسية مثلاً؟ على أي أساس؟ يعني هو الشائع هو مختارات شعرية النهر مختارات يعني ليس يعني عندي كتب كاملة في لغات كتب كاملة مترجمة ولكن الأنجح هي المختارات الشعرية التي تغطي مثلاً عشرين عاماً مثلاً عشر سنوات عشرين عاماً هناك فيه فرايتي تنوع اختلاف وتقدم ما هو شعر لأن أغلب ما يكتب يعني مش أغلب يعني عدد كبير ما يكتب ليس شعراً يعني فيه لغة وفيه وزن وفيه لكن ليس شعراً مش الشعر بأسسه لا من داخلي أقصد يعني من داخلي تماماً فإذا المسألة أنه وأيضاً تتم العملية بشكل شخصي لأن للأسف في بلداننا العربية جميعاً ليس لدينا المؤسسات والمنظمات والوزارات التي تريد أن تقدم دعيني في أقل من ثانية أنه البرتغال قالت لماذا لم يحصل كاتب روائي أو شاعر من برتغال على جائزة نوبل علينا أن يفوز ببرتغالي بجائزة نوبل فظلت عشر سنوات تضخ وتدفع بخصيص رماجو وتنشره وتدفع أموالاً لدور النشر وتدعمه وهو كاتب كبير بالمناسبة ولم يكن يحتاج للحكوم الصين أيضاً تعمل تفعل نفس الشيء معنا في معرض الكتاب يعني تتبنىها الدول كمشروع نعم معنا في هذا المرض بس برضو خيالي حط بين قدسين بأن نوبل مسيس أكيد أنا معكي معكي تماماً معنا شاعر وإلا الهند العظيمة دي فيها سنة 1913 فقط تغور 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 واحد واحد على مدى التاريخ الأمة العربية العظيمة دي واحد على مدى التاريخ هو النجيم محفوظ 1988 معنا هنا في المعرض شاعر عظيم مهم قدمه أدونيس في ترجمة من ترجمة محسن فرجاني وصدر في بيت الحكمة في القاهرة هو جاو لي هونج هذا شاعر عظيم ومتواضع وجميل وقدمنا معه أو أنا ومحسن فرجاني لقاءاً من ساعة ونصف الساعة الدولة الصينية هي التي تدفعه طب أستاذ أحمد لما نحكي عن جائزة نوبل وعلى أساس ذكرته جائزة نوبل حتى نحصل على جائزة نوبل يجب أن تترجم الأعمال الشعر المصري إذا نتحدث عنه هل هو قابل للترجمة للغات معينة أو غير قابل للغات أخرى؟ أي شعر قابل للترجمة؟ ولكن المترجم الحصيف الذي يعيك الروح الروح والثقافة لأن هناك مثلاً من أخطاء لماذا نجيب محفوظ شهير وكاتب عظيم وكل شيء؟ صحيح ولكن عندما تترجم السكرية إلى شجر ستريت هذه العنوام غلط طبعاً وهكذا يعني أخطاء عندما تترجم البداية ونهاية الرواية بداية ونهاية إلى البداية والنهاية البداية والنهاية البداية والنهاية كتاب إسلامي يعني يعني كتاب آخر خالص يعني هو شعر لازم تحسه تفهمه يدخل روحك الشخص اللي هيترجمه لازم يترجمه بها يا حسيغة الغريب أنه يعني بما أن إحنا ذكرنا قدمنا الكبير نجيب محفوظ ونوبل الغريب أنه في الحيثيات بتاعة الجائزة قيل في هذا التوقيت ده قيل بأنه يعني الغريب أن يحصل أديب كبير كنجيب محفوظ وأديب عربي على نوبل فيما كان يتوقع أن الجائزة تروح للشعر العربي لحد من الشعر العربي لأنه ده الأكثر تنافس للغرب مش الأدب ولكن أخذها نجيب محفوظ هو أدونيس على اللائحة أدونيس 93 سنة الآن ربنا الدين العمر صديق العزيز ولكن على اللائحة منذ أكثر من 20 عاماً أكثر نتمنى إذا لم تلعب السياسة دوراً في نوبل هناك من هم أدنى منه فكراً وثقافةً وشعر وحاذوا على البعض أنا عندي سؤال حقيقة سريعاً جداً يمكن أنا درست كثيراً في اللغة الأسبانية أنا دارسة للغة الأسبانية ومتحدثة للأسبانية فكنت يعني الحقيقة كنت يعني أنظر إلى الشعراء الأسبانية زي لوب دي بيجا كاردولون دي لاباركا وتأثرهم باللغة العربية أكيد بسبب طبعاً يعني مكوث العرب لأكثر من 800 عاماً ولكن الشعر الأسباني هو من نسج الشعبر للعربي بشكل كبير جداً هل يحصل ترجمة أحياناً سريعة من الشعر الأسباني للعربي بزيت الشعر القديم الأسباني للعربي يكون أسهل في الترجمة؟ من أكثر النصوص الشعرية المترجمة إلى العربية هو الشعر الإسباني لماذا؟ لأنه لدينا علاقات تاريخية قديمة بين مصر واللغة في كلمات من اللغة من العربية موجودة في الأسباني في أكثر من 7000 أو 8000 كلمة موجودة في اللغة يعني حرف ألف لمد تعريف أل موجودة في الإسباني وبالمناسبة التأثير ليس فقط على القصيدة الإسبانية ولكن على القصيدة الإسبانية المكتوبة في أمريكا اللاتيني أيضاً لأنه لغة واحدة يعني لأنه العلاقات القديمة لدينا أقسام كثيرة وعديدة في اللغة الإسبانية يعني الألسن طبعاً والقاهرة والأزهر والأقاليم والمينيا والسوهاج والسوك كلها موجود ففي وأيضاً هناك المعهد المصر لدراسات الإسلامية في مدريد الذي أساسه طوعة سنة 1948 هذا يعني عمق للألقات أيضاً في هذا معارض الكتاب دعونا عدداً من المستعربين والمستعربات من إسبانيا فالشاعر موجود بالعكس يعني أنا شايف أنه مصر وسوريا من أكثر البلدان العربية التي نقلت الشاعر الإسباني بمختلف عصوره في مسألة حضرتك سألت عنها وهي مسألة تأثير العرب على الشاعر الإسباني أولاً لوركا لأنه هو ابن غرناطة طبعاً وله ديوان التماريد هذا الديوان مكتوب على شكل الشاعر العربي جداً وهو أول من أدخل كلمة القصيدة والديوان إلى اللغة الإسبانية هذه المحردات موجودة فعدد كبير وحتى أيضاً لوبيد بيجا يعني عندما تقرأ لوبيد بيجا تشعر كأنك تقرأ شعر عربي فهذا هو التأثير يعني صح فهذا التأثير موجود وحاول كثيرون أن ينقلدوا أو أن يسيروا في المصار نفسه الذي صار فيه لوركا يعني ساد أحمد عم نتحدث فيمكن عن التأثير وقوة التأثير واللي ممكن أن تستمر لأعوام وممكن أن تترك إرث لأجيال قادمة فعلاً يحسوا أن هذا الشخص هل قد كان شخص متأثر ومؤثر بنفس الوقت لما تحدث عن حضرتك بمجال الشعر كيف تشعر حضرتك وأنت سفير أكيد لبلدك مصر من خلال أعمالك شو الأشياء اللي ممكن من خلال أعمالك ومن خلال فنك تحدث هذا التأثير هذا السؤال كان فيه قش مفتوح في كولا لنبور وكان نفس العنوان الشعر سفيراً لنفسه ولبلده فكان كلامي كله منصب على فكرة أنه صلاح عبدالصبور مثلاً كان ممثل الشعر الكبير الرائد كان ملحقاً ثقافياً من مصر في الهند لمدة خمس سنوات أيضاً أكتافيو باث الحائزة على جائزة نوبل سنة 1986 مكسيكي كان سفيراً لبلاده في الهند صحيح، يعني الشعر حيدر محمود كان سفيراً للأردن طبعاً، حيدر قبامي سفيراً لسوريا وكان في التونس أيضاً كان سفيراً للأردن في تونس هو، الأمر يحدث بالعكس بمعنى أنه أكتافيو باث وصلاح عبدالصبور تأثر بالهند وأيضاً قدم الثقافة الهندية لبلدانهم بلدهما يعني المكسيك ومصر عندما أسافر فأنا لا أكون فقط أحمد ولكن أحمل معي بلدي وثقافتي وديني وما أعرف يعني هذا التأثير مهم يعني نحن نؤثر ونتأثر صحيح، الحقيقة الحديث دائماً ما بين الكتب وما بين الكلمة يطول ويطول يعني نحتاج إلى قهوة وشيء وكل الأشياء ولكن حاولنا نقدم لمشاهدين ننقلهم إلى عالم معرض القاهرة للدولي للكتاب حضرتك أنا بشكرك شكراً جزيلاً نورتنا بكل كلمة وإيه الكلمة اللي تحب تختم بيها يعني من معرض الكتاب من شاعر وأديب تحب تقول إيه؟ فعلاً هذا البلد مصر يعني وأيضاً كل بلدان العربية تحاول قدر الإمكان أن يعني تخلق تخلق الكلمة وتصونها يعني وهذا شيء مهم لأن نحن نحن أهل الكلام أهل اللغة أكيد نصنعوا المعرفة ونصونوا الكلمة شكراً إليك نورتنا وشرفتنا أكيد بي بيت للكل الكاتب والشاعر أحمد الشحاوي شكراً كل التوفيق كنت سعيدة جداً أكيد بها الحلقة كالعادة أستاذة شافكي يعني وأنا سعيدة جداً بها المشاركة يعني وصلنا للختام ختام حلقتنا لليوم أكيد بنقول لك كل المشاهدين تصبحوا على ألف خير وأكيد بنلتقيكم بحلقة جديدة من بيت للكل ستنونا موسيقى موسيقى